تيتم تقديم مكوين القراءة في الفرنسية أو la lecture من خلال سيرولة تتمر من ثلاث مراحل متكاملة أولاً avant la lecture أو ما قبل القراءة وللهدف منها تحفز المتعلم باش يسوغ الفراضيات حول موضوع النص قبل ما يقرأ pendant la lecture أو أثناء القراءة واللي كيتم فيها فهم النص واستخراج المعلومات الصريحة والضمنية من خلال القراءة أبخي la lecture ما بعد القراءة الهدف من هذه المرحلة تدفع المتعلم للتفاعل مع النص وكذلك تقويم قدرة المتعلم على القراءة والفهم تيتم تقديم الحصص la lecture في المستوى الرابع في أربع حصص في الأسبوع ننتقل الآن إلى كيفية سياغة الجذاذة دائماً كنحط فرص الجذاذة لمعلومات التقنية بحال التام أو المجال اللي كندارش فيه النص النبو واللي في هذا المقطع كيهم الرابع ابتدائي activity هو lecture intitulé وهو عنوى النص بعد أن ننتقل لتحديد الأهدف للأهدف للأهدف والهدف من la lecture في المستوى الرابع c'est lire y comprendre un text يعني يقرأ ويفهم نص حسب النوعية ديال سوى un text informative يعني نص إخباري سوى explicative نص في سيري سوى descriptive أي وصفي narrative سردي أو injonctive أي إرشادي بعدها كيتم تحديد المعينة الديدكتيكية support didactic حال livret de l'elev خراسة المتعلم poster et image مشاهد وصويرات OT multimedia الوسائل المتعددة الوصائل وغيرها بعدها كنخطو الدرس من خلال جدول كنقسموه الجوج من السلول كنخصوه les activities de l'enseignion يعني أنشيطة المدرس والجزء الآخر les activities de la pronom أنشيطة المتعلم la première science أو الحصة الأولى فهي للملاحظة والاستكشاف observation et découvert كتمتد هذه الحصة 30 دقيقة كيتم تقدم الدرس على جوج مراحل أولاً avant la lecture في هذه المرحلة تسيغة العمل تتكون تخافي كوليكتف أي عمل جماعي خطوة تقدم الدرس كالتال يعني كيتلب المدرس من المتعلمين يحلوا الكتب المدرسية ديالهو ويلاحظوا النص والصورة المصاحبة المقابل يعني تخافيكو الأمم يحلوا المدرس المتعلمين بشيء من المتعلمين أبر الأسئلة مثل يعني كيف شكتاب المصاحبة كيف هو الرسال المصاحبة يعني يعني انطلاقه من العنوان والصورة عليش غد يتحدث النص ويمكن صياغة أسئلة أخرى لتساعد المتعلم على بناء الفرضيات بالمقابل لأخذ نفسه فورميول دي ريبانس أو كيسيون أوزي يصير الإجابات للأسئلة المطروحة بعد يترانسكري الإيبوثيز أو تابل يصير المدرس للتوقعات والفرضيات على الصبور لكي يرجع لهم من بعد مرحلة الثانية مرحلة الثانية للفرضيات لنفس الوقت أي أن التلميذ يتابع بطالماعون قراءة المدرس بعد يدعو المتعلم لقراءة النص بصوتين خافيت فقراءة فقراءة L'apprenant lit le texte de façon silencieuse, paragraphe par paragraphe. كنتك للمدرس لترح أسئلة الفهم العامة؟ يعني بلا ما يتعمق في الفهم؟ Il pose des questions de compréhension globale. بالمقابل L'apprenant répond aux questions posées. بالمقابل L'enseignant fait lire le texte par quelques élèves. تيدفع للمدرس وبالمتعلمين باشي قرأونس. L'apprenant lit le texte تنمي تقرأونس والآخرين تتبعوا معه بتامعون. بالنهاية لانسينات procède à la validation des hypothèses annoncées au début. يعني تيقوم المدرس بالتحقق من صحة الفراضيات اللي تعتاد في البداية. Alors les apprenants participent à la validation des hypothèses. تيشاركوا التلاميذ بالتحقق من الفراضيات. أما الحصة الثانية فى مخصصة لفهم الأوالي. مدى ديالها 20 دقيقة. فهدل حصة كانت تعملوا لستراتيجي پندن للا لكتور. ولسيغات العمل تتكون فرديا وفقال خطوات تتالية. يبقى ديالها 100 دقيقة. يبقى ديالها قبعد يتواجد اع miracجيين نصحة الفراضيات اللي تتكير المتعلمين بالنصف في اتارت قويم تشخيسي. خلال أسيلا كاتون بحال يبقى ديالها 10 دق permاءة يوتون نصف ما هو عنا يعني نصف ديالها تتكير لكتور دع نصف ما هو موضع نصف بالتالي لن قد تعني لكتور مثل المتعني من الفرحة النصف لسيغات العمل تشخيسي لذين يذهب حتى المتعني نصف في حين بعدها 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 تنتقل المدرس لتعود بع المتعلمين لقراءة النص قراءة جارية لتقالة له علاقات أي أثناء القراءة الجارية لتلميذ مرة مرة كيدخل المدرس باشي شرح الكلمات الصعبة في حين التلميذ تستمع بنتباه للشرحات المدرس La troisième séance والتي تخص La comprehension أو الفهم مدة الحصة 30 دقيقة كنعتمد كذلك على الاستراتيجي pendant الليكتور اللي كتكون سيغة العمل فيها كوليكتيف نجامعية وانديفيدويل فردية كننطلق كذلك بحال الحصة السابقة بأسئلة التذكير بحال experienced لقد St tasted كندانظر كند вой الأمت galانس كثيرا كندانظر كما ع étaخ治 منذ faz наблюд السابقة بلمكابل لأس evacuation make question jet an لبنكتور لنسينا لطول الليكتور لطول ال acontece كفت لطول لطول الل亮 لطول اللي فالث تدعو المتعليم الإجابة على أسئلة الفن في الكتاب المدرسي بالمقابل تجاو بالتلميذ على أسئلة المصاحبة للنص غير هو تكون الأجوبة ديالو كتابة في هذه الحصة بعدها تلميذ تتقسم الإجابات تقسم إجابات المترجم للقناة 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 المترجم للقناة